عادت الحياة الطبيعية إلى مدينة درنة عقب أعلن الجيش الوطني تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية وتواصل وحدات الجيش تمشيط بعض أحياء المدينة لنزع الألغام والمفخخات التي زرعتها الجماعات المتطرفة في شوارع درنة وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أجرى زيارة تفقدية لمدينة درنة رفقة وفد حكومي وعقد اجتماعا موسع بمسؤولية الأمن بالوزارة ومدير مدرية أمن درنة واطلع خلاله على سير الخطة الأمنية بمشاركة مختلف الأجهزة بعد استلام مهام تأمين المدينة من قبل القوات المسلحة وحث المستشار بوشناف على ضرورة فرض الأمن والمجاهرة به ومنع أي خروقات أو تجاوزات فيما استأنف موظف صندوق الضمان الاجتماعي فرع درنة عملهم تدريجيا مؤكدين أنهم سيعملون من أجل الإسراع في تحويل معاشات المتقاعدين خلال الأيام القريبة القادمة وإداعها في المصارف وفي غضون ذلك أطلق شباب المدينة حملة نظافة في عدد من شوارع المدينة واستأنف فرع جميع عمر المختار بمدينة درنة العمل بعد توقف نتيجة لما مرت به المدينة خلال السنوات الماضية لتعود مدينة الثقافة والجمال إلى الحياة من جديد وتزيل غبار الإرهاب عنها وتنعم بعبير الياسمين